الارقام الرسمية بتقول ان عدد الاطفال اللي عمرهم اقل من 18 سنة في مصر 39 مليون طفل منهم 117 الف طفل وطفلة متجوزين ومطلقين متخيلين وده مش كلامي ده كلام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى اللي قال ان 117 الف طفل في الفئة العمرية من بين كم 10 ل 17 سنة ياما متجوزين ياما سبق ليهم الجواز ولما رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصى حالات الزواج المبكر في سن 12 13 14 سنة لان فيه 1000 طفلة مطلقة اسمعوا الرقم كمان مرة معلش 1000 طفلة مطلقة متخيلين؟ رغم ان القانون المصري بيمنع جواز القصرات مفيش فايد وحدد السن القانوني لجواز البنت من وهي عندها 18 سنة ما تبقاش قاصر تبقاش قاصر زي ما بتقوله بس اللي بيحصل في بعض الأرياف والأقاليم ان الأهالي بيجوزوا أطفالهم عارفة قبل ما يوصلوا للسن القانوني ويجيبوا مأزون يحضر الجوازة عشان يخلوها شرعية سنة كده قدام أهل البلد وتبقى على سنة الله ورسول وهو نفرح بيها ونسطرها وفي كذا مأزون من الناس اللي هما ضعاف النفوس بيقوموا بتزوير الأوراق الرسمية وشهادات الأطفال عشان يعملوا ايه؟ يدوم سنة أكبر من سنهم ويجوزوهم ويخلوا الجواز رسمي وقانوني ما بتخلصش ما فيش فايد هيكملوا كده والغاية دلوقتي عايز أقول لكم إنه الغاية فترة قريبة كان القانون المصري بيجرم تزوير الأوراق الرسمية من غير ما يجرم الجواز نفسه يعني المأزون اللي هيزور أو بيزور في الأوراق الرسمية كان هو بس اللي تحبس لكن ما كانتش فيه مسؤولية على الزوج والزوجة وأهليهم اللي بيفرحوا بيهم النهاردة بقى المأزون اللي بيتورط في إنه هو يعمل كده أو يخش في جواز قاصرات أو قاصرين بالتزوير بيتحبس وكمان مين بقى؟ أولياء الأمور والحبس بيكون إذن أقول لكم إنه مدة ما تقلش عن سنتين مع إمكانية طبعاً إحنا نضاعف العقوبة ويا رب وبغرمة ما تقلش عن عشر تلاف جنيه ممكن كمان توصل لحد خمسين ألف جنيه بس من وجهة نظري كل ده مش كفائي بدليل إن إحنا هم مستمرين النقصة حقيقة جاي بعد مش عارف إحنا بقينها في سنة ألفين تلاتة وعشرين مفيش فايد وفيه آلاف البنات زي سناء لازم العقوبات دي تضاعف بجد والأحكام تبقى أكتر وتتشدد أكتر والغرمات تبقى بأرقام كبيرة عايزين نقطوهم وسطهم لو ده بجد الناس بدأ يتشوف أبهات وأمهات بتتحبس هيبدأوا يتطعزوا عشان جوزوا بقى عيالهم ومصغرين كل هيكشوا ويخاف هيشور عقله مليون مرة قبل ما يعمل خطوة زي دي حتى لو كان الأهالي بيعملوا كده بحسن نية هم فاكينهم بيسطروا بناتهم مفاش مع أنهم زي ما بنشوف في القصص بيرمون في النار بيدمر مستقبلهم بنقبل ما يبدأ أساسا هم لسه في سن طفولة يعني عايز أحكي لكم على حكاية كده وهي يعني إحنا عارفينها أو سمعناها أو خلينا حكيها تانية هي حكاية قصة حقيقية حصلت في المحاكم المصري في يوم الأيام كان فيه بنت اسمها فرحة البنت دي صاحبة أشهر قضية نسب بسبب زواج القاصرات قصتها حصلت فين؟ في السعيد لما تقدم لها ابن عمها عشان يخطبها وهي لسه في تالت عدية دي ما كانتش كملت 15 سنة أبوها ويفق أهل جوازها عشان طبعا يخلص بقى من من إيه عبق مصارفها والحاجات دي وبقى إيه ربي إخوتها التانين الخمسة وبسبب إن هي ما كانتش بلغت السن القانوني مأزون القرية جوزها جواز شافوي من غير أي توصيق لا رسمي ولا عقدة ولا أي حاجة بعد الجواز فرحة ما كانتش مبسوطة ما حسيتش بفرحة مع جوزها وبنعمها بسبب إيه بقى؟ حاجات كتير منهم طبعا فرق السن الكبير ما بينهم كان الفرق السن تقريبا يا جماعة 15 سنة اتعرضت فرحة دي للبهدلة والشتيمة بنفس الطريقة زي ما احنا ما نشوف السنة أو السيناريو ما بيختلفش تسمعتو دايما بيكون واحد لما حبت بقى أنها تتطلق بعد ما بقى عندها 18 سنة ما كانش فيه ورق رسمي مؤسق لجوازها نعمل إيه بقى؟ جوزوها وطلقوها في الأوراق الرسمية في نفس اليوم بص النصاح بس الكارسة الكبيرة بقى إنها كانت حامل قبل الطلاق بكم يوم بعد ما حصل الطلاق والولادة رفض جوزها اللي هو ابن عمها ها؟ ابن عمها إن هو يعترف بنسب الطفلة واستغل إن الطلاق والجواز اتعاملوا بتاريخ واحد وده معناه قدام القانون إيه؟ استحال أن يكون حامل بس محكمة الأسرة حكمت بإيه؟ حكمت لفرحة بحكم كان الأول من نوعه حكمت بصحة نسب الطفلة من ابن عم فرحة اللي هو الجوزها أو طلقها ده إزاي بناء على تحليل البصمة الوراثية أو الـ DNA وشهدت الناس اللي حضروا بقى الجواز العور فيه وقالوا إن فرحة يعيني وقتها جوزها دمر حياتها وإنها قبل صدور حكم المحكمة فكرت في الانتحار وكان كذا حد سمع الموضوع ده شفت يا سناء وصلت لإيه؟ شفتوا يا أهل سناء؟ خلاصة بقى كل اللي بيعملوا كده في بنتهم بتعملوا في بناتكو كده ليه؟ وبنتكلم في الإعلام وبنطلع نحكي وبتاخدوا كلامنا أي حاجة أنتم مش فاهميننا أنتم مش شبهنا أنتم مش طبعنا طب ما حتى لا بنحاول نهلكو ما شاكلكو وبنحاول نبسطكو وبنحاول نخليكو تعيشوا عيشة حالو على قد ما نقدر وبنوعي لو ما كانش حد توعى زمان بنحاول نوعي دلوقتي ده دورنا بتعملوا في بناتكو كده ليه؟ بتضمروهم للأبد مش بناتكو بس بناتكم وعيالهم ممكن عيال عيالهم كمان سبكم من القانون والمحاكم طب جسمها الطفلة دي عشرة اتنشر سنة يستحمل تتبهدل وتتشوه كده إليك ده زمان زمان كانت تقوم تطبخ الفرخة وتتجاوزوا دلوقتي مش كده روحها بتتطفي حرم عليكم نفسيتها في الحديد كنتوا رفضين في الأول انتوا تتجاوزوا بنتكو عورفي طب رجعتوا في كلامكم ليه؟ طب كان إيه لي يضمن أن جزها وأهله يلتزموا بقى بوعدهم وأن هم هيعملوا عقد الجواز ده ويوسقوه بعد ما تتم التمانتاشر واخدين عليهم إيه؟ بعد ما تتم التمانتاشر مات أهو قبل ما يموت برضو كان فيه ولا وعفة الكلام يعني هم مغيروش كلام هم معاكم هم زي ما هم ماشيين ما شاء الله على نهج واحد على اللوع ممكن يكون كالناوي كمان هو يطلق بسبب تدخلات أو خناءات أو المشاكل بين والدته وسنة ساعتها بقى كانت تتبقى مشاكل ملاش آخر ليه؟ عشان تثبته أنها تجاوزته أصلا ما هو طلقها تم منفوق بقى فكرة حلوة لا بتفرحوا ببناتكو ولا هم بيفرحوا ولا بتسطروهم لو ربطوهم كويس هتبقى مستورة وكل اللي بيحصل بيكون خراب جواز بنت صغيرة يعني إلا ضمير يعني جريمة سنة أنت صعبا عليا قوي مش اتي وراهم جربت يكوني طيبة ومطيعة برضو مستسلمة منتلسة صغيرة يعني مش فاهمة اللي بيحصل دلوقتي وفرحانة معاهم دلوقتي أنت كبرتي وفوقتي صح تعلمتي دفعت التمن غالي قوي بس احميدي ربنا أني لسه في فرصة وأمل أنك تلحقي نفسك وتغيري حياتك بعد الكل اللي مريتي بيدي دلوقتي أنت تمنتاشر سنة مش صغيرة تمنتاشر سنة الحاجة بقى اللي هتسندك أن يكون ليكي شهادة ده بجد مش كلام تعرفي تصرفي على نفسك تعرفي تجيب القرش بتتعبي فيه يبقى ليكي حلم يبقى ليكي هدف من كلامك بيتيقلي طبعا ما تكملتش تعليمك هتعملي كل ده إزاي ده كان بيتخنق عالجامعية هيدفعلك فلوس الجامعه وأهله لازم تكملي لازم يبقى معاكي شهادة مش كلامه خلاص حاولي تشتغلي لازم يكون ليكي كيان تكوني حاجة عايزت بيئي فكري هتعيش ضحية كتير خلاص اللي حصل حصل ناس تانية اختارتلك او الدحك عليكي او حصل اي حاج او انتي نسقتي وراهم لانهم أعز مليكي شفتوا عملتوا في بنتكو ايه دلوقتي تاني بكررها بقينا احنا اللي تحت درسهم بيبقى تحايل عليه ياخد العفش عشان يثبتوا انه كان بتجاوز بنتي أغلى ملايين فكروا ألف مر ويا سناء ما تستسلميش تتجاوزيش تاني بسرعة فكري 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 الانسان يمشي في سكة غلط ويشوف نادي جتا قديكي جربتي يرجع تاني بقى يمشي في سكة مختلفة ويفكر ألف مر سمعتي معانا كلام الدكتورة وسمعتي كلام المحامي وسمعتي كلام فضلت الشيخ طبعا نصيح دكتور أملا بحبها جدا وانتي عارف ودي نتكلمت معاك شوية وعلى قد مقدر وحاولت واعي شوية أهالي يا ربي يا ربي يعني يكون جيب فايدة هاستنى منك رسالة تتمنيني فيها عملتي ايه هاستنى من كل يتفرجوا علينا يقولوا لنا حطوا نفسكم مكانها هل بيحصل دا حواليكم بقى ولا لا أنا عارفة أن في ناس كتير جدا في الصعيد أو في الأرياف أو في الأقاليم بتتفرج علينا عايزة أسمع وعايزة أقرأ بعتلنا على فيسبوك تويتر انستجرام على كل حاجة تقدر توصلنا بيها للبرنامج واتساب ترجمة نانسي قنقر